لعنات العصيان ده أسلوب مخيف في قراءة الكتاب المقدس لو أنا اللي بكتب أقول هذا نص مفزع ومخيف عن لعنات ستنصب على إسرائيل في هذه الأرض إذا عصوا الرب لها فرق كبير أول لأن الطريقة التي تصغ بها السؤال الأول هذه طريقة الله في تعامله مع عصيان الإنسان في كل مكان وفي كل عصر وفي كل زمان في حين النص زي رمية 2 بيقول إن لطف الله وإمهاله وطول أناته إنما يقتادك إلى التوبة لكن من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضب في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة نصوص كتيرة أو بتتكلم عن صبر الله وعن أناة الله لكن مع بني إسرائيل على أد حجم النعمة اللي شفوها وحجم المعجزات اللي شفوها وهم ليسوا أفضل من بقية شعوب الأرض ويأخذهم الرب ويكرمهم كل هذا الإكرام إن العصيان في هذه الحالة مدمر جدا والعصيان هنا يعني عايز أقول تمرد على إله أظهر قدر كبير من النعمة وبالتالي العقاب سيكون على ذات القدر فشوية ما تاخدش النص ده بعيد عن الكنتكست أو القصة اللي حدث فيها أوكي يعني لو أنا فهمك صح اللعنات دي مش قوانين مطلقة ربنا هيطبقها على كل من يعصي في أي عصر وفي أي زمان لكن دي حاجات متعلقة بحادثة خاصة مع شعب خاص بسبب العهد الناموسي يعني اللي كان ما بينهم المبدأ العام أن العصيان له لعنة إيه بقى شكل اللعنة؟ وإمتى تتم؟ وهل تتم في التاريخ؟ أم لا؟ يعني في العهد الجديد مثلا احنا بنشوف أن الله شوية السياسة مختلفة أن الدينونة لن تتم باختراق التاريخ لكن مؤجلة إلى نهاية التاريخ لكن كمان نوع العقاب نفسه طمانينة وقعدت في شر رهيب وبعدين ربنا يبعث لها يونان وينادلها بالتوبة فيعني اللي عايز أقوله أنه ما تاخدش الحاجة بره السياق بتاعها هذه القصة تفهم في سياقها نعم العصيان له تكلفة لكن عصيان مين؟ إمتى؟ إزاي؟ هيتعاقب بأي شك أوكي فكماية السؤال مثلا حد يعني له بيقول كيف نفهم هذه الصورة بوجه عام في مقارنة مع إله العهد الجديد؟ حريك بتجاوب على السؤال ده أنا عايز أقول حتى يعني مثلا واحد زي داود داود لما زنى وقتل انتو أخد بالك من العقاب كان شكله إيه؟ يعني؟ أربعة من ولادك هيموتوا أربعة من ولادك هيقتلوا دا غير وده كل دا بعد ما سابحه ربنا ايه وفعلت في السر هيفعل في نسلك في العلم يا إلهي هل كل شخص وقع في الخطيئة دي اتعامل فيه اللي اتعامل في داود؟ لا بس هل كل خطيئة مكلفة؟ بس كل خطيئة تكلفاتها وعقابها يتناسب مع سياق معين يحدده القاضي والحاكم العادل اللي فاحص القلوب ومختبر الكل فإنك طبعا طبعا لو انت عايز يعني تتهم إله العهد القديم بأي اتهمات تقدر تاخد نص شوف شوف الإله اللي بيهيجه وبيفرحه وشخص كده سوداوي يعني سادي عجيب وغريب لا افهم النص دا في سياق